اهلا وسهلا البنات كديرين لباس عليكم كانت بنات كنا كاملين بخير وعلى خير مرحبا بكم فيديو جديد ان شاء الله اليوم غاد نشارك معكم بعض المنتجات اللي كانت تعملون في المطباق واللي عجبوني بزاف وبعض الافكار والحية للتوفير من سبيل هاد الفكرة اللي بولا اللي غاد نشارك معكم هي هاد السائل غسل اواني اللي كانت تعمل انا يا غاد نشوفو كيفاش نديرو ليه باش يعني نستعملو اكتر مدة ممكنة يعني باش ما يساليش ناضغيا بالنسبالي انا كنستعمل هاد المنتج دي الفيري اللي عجبني بزاف ومدة هاد وانا كنستعملو يعني كيغسل المعن مزيان كيدي الكشكوشة ويعني اقتصادي بالنسبال هاد الفكرة دي اليوم اللي غان نشارك معكم اللي هي اه شديد قريعات بحال هادو بحال اكفاش كيساري لكم القريعات من اه يعني شي شامبوان شي باندوش او اي حاجة كيكون عندو هكا الراس بحال هاد راس دابا اللي كتشوفو في هالفيديو هادا كيجيني ساهل في هالاستعمال هادا كناخد هاد القريعات كندير فيهم النص ديالهم بهاد السائل ديال غسل اواني اه من بعد كنزيدو النص دياله بالماء ديال روبيني كنخلي واحد شوية من فوق ما كان عمروش تال فوق كامل باش فاش نحركوه يلقى ليه البلاصة فيني تحرك كيكا تشوفو دابا غادي نزيدو هادا الكزل الماء يعني كتشوفوه على حسب انتو ما اللي بغيتو اه يكون يعني يكون الجهد ديال السائل ديالكم بغيتو يكون تقيل شوية بغيتو يكون خفيف بزاف على حسب اللي انتو ما ايوالمكم فاش كتشوفو الماء انا كنديرو هاكا تقريبا ما تقريبا ما خفيف يعني كندير فيه النص ديال هاد الباطة هادي كننكمل بالماء كنخلطو كي يجيخفو شوية هاكا وكنستعملوا بهاد القرعة اه يعني ما كتشوفو فيها اه ماشي بحلاكا شي شي تبصيلة ولا كتديرو فيها السائل كتبقوا تخشوف ديكشو كي يعني كتتوسخ السائل ديالكم وبنسبال هادا هادا الطريقة هادي كيبقى دائما نقي يعني ما كيكونوا فيه لا بكتيريا لأولو كيبقى نقي كتحطو حدا لابو ديالكم كتديرو الشبكة كتتكبو فيه شوية اللي بغيتو وكتغسلو بيها المعنات كي كتشوفو ديبا غاد ندير معكم تجربة بحال حقا يعني كتاخدو الشبكة ديالكم اولا البونجة باش كتغسلوا معا كتكبوها كشحال قبتكم كتغسلوا به المعنات ديالكم كي يجي هكا كي يعني اقتصادي وزوين دابا ان شاء الله غاد نشارك معاكم هادا المنتج هادا اللي جربته يعني عندي مود دونا كنستعمله وده هو زوين وغيت نشاركه معاكم هنايا غاد ندير معاكم تجربة هادا الفوق ديال التلاجة يعني السطح ديال التلاجة اللي هو كي كتعرفو اه إلا ما غطيتوش كيكون بحال هكا كي يجمع ديك الزيت ديك الزيت ديال الطياب وكي تجمع لي الغبرة وكيكون يعني صعيب باش يتنقى لنا باش كتديرو الجيكس وهكا السائل يلغسل الاول كي يبغيش شوية دجادو وكيبغي يعني تحكيهم زيان باش كي تقطنو ديك الزيت اللي كتكون لسقا هنايا بهاد البرودوه هادا يعني كي كتشوفو سهل طغية كيتحيدو وكيتحيد بوحدو بلا ما تحكيقاه غير احنا كنعونوه كنعونوه كنحكو بنسبة القرعة انا خسرت لي لها ديك الرشاشة هي نغم الموكة تكون هنا ديك الرشاشة اي كترش انا خسرت لي هكا نكبوها كديريك هادا المنتج هادا صراحة زوين بالساف بنسبة اللي دام ذاك اللي دام اللي كيكون هكا في الكزينة فوق تلاجا ولا فوق الحيوت فوق الفونرو بحل كيكون زوين لي انا غادي ندير معكم تجربة اخرى بنسبة لذاك الحيط يكون هكا فوق الفونرو كيكون لصق فيه ذاك اللي دام كتجمع له الغبرة هانتو ما كتديرو لي غير هكا حكا خفيفة طغية كيتحييد ما كيعدبكم ما هوالو في بلسمة الزو هكا شي اه يعني شي حلفة هكا ولا جيكس كتبقوا يتحكو تحكو ما كيبغيش يتحييد لكم ذاك اللي دام يعني اللي كيكون لصق حال بهال البرودوي هادا الساهل هانتو ما كتشوفو غاني ندير معكم تجربة هادا هادا الاغطة ديالي الفونرو تهو كيكون فيه بحلقة ضغية كيحيدو سدويزة خفيفة ضغية كيحيدو هادا برودوي هادا وبنسبال فين غادي تلقاوه هرا كيتبعد موالين دروغريات تم معنا فين كنشريح وحتى التامان ديالو ما شي شي حد شي تامان غالي بزب تقريبا كيديل شي خمسة وشر درم هكا انا غادي انتقلوا لهادا هادا هادا يعني هادا دواء او لا شا نقولولي اسم دي السرق الزيت يعني ش حاجة ايفيكاس هادي ديمان اللي كان اعتمد انا مع السرق الزيت وكياخدهم حتى مع النمال يعني هادا الجوج هادو جربتهم فيه بنسبال هادا هادا التباشير هادا التباشير ولكن هاد شيرها خاطير يعني ممكن اخذكم ديروا اللي قاس يعني ديروا اللي قاس عاد ستعملوا هادش هادا بالنسبال الدري صغار هادشي بعدو عليهم هادشي رها يعني را كي تعتبر السم اعتقدو هاد اعتشيروا هادا هاد السمية هادي راهو واعرى راه ايفيكاس يعني تقابط لكي كي يقولوا زوين مزيف هادا ديما اللي كان ستعمل وفاش كيتقادا ولا فاش كيتقطع را ما كان القاشلي الباديل بنسبال هادا كتاخدو هاد الباكية هادي كيتبا عند موالين الحوان انا كان شري عند موالين دروغري كيتاخدو عندهم تتمن يلو راه رخيص را اوقي لكي دي شي 6 درهام او ليل اغلاقا ما كان نصغير حق التعشر درهام بنسبال هادا كتاخدو هشكل ديو هكذا وبنسبال باش تعرفو بانه يعني حقيقي وكي يخدم لكم زيان خاصكم ضرورة تردو البال للتاريخ كي كتشوفو را نعتليكم هكا يعني في الصورة هذا في الفين وخمسة وعشرين بنسبال هادا كيني الناس اللي كي يخدو كيلولك وديره مخدمش لنا مدى اللي نوالو ولكن السر فهدا انكم تاخدو التاريخ ديالو يكون بقي بعيد يكون هكا بحل دبا انا اخدتو هدي عام دبا باش خدتو في الفين وخمسة وعشرين يعني اخدتو يالله خرج وطريقة الاستعمال ديالو هاتا اخدو ديرو اللي قون ديال من القوادث كي يخرج من القوادث زيارة الزنقة وكيدخل الديور او اللي كي يطلع من القرقارات بنسبال هادا انا كان ناخدو اه هو دير بحشك الطباشير تقريبا نفس نفس الخدمة كتكرجوهم من في الاعتباء ديال الباب كان ناخدو من الاعتباء من الراس الاعتباء حتى الراس الاعتباء كان نديرو هكا في الباب ديال الضار وحتى من القراج كيدخل هنا في القراج بنسبال الشراج انا عندي دايرة لديك القرياج ديال الناموز ما عنديش مشكل في الشراج عندي مشكلة في البيبة كتديروه كتجيبوه من الراس طرراس فاش كيدخل صراق الزيت ما كيفوتش مترو جوج مترو كتلقاه مات كيتقلب يعني ما كيكملش ما كيدخلش الضار حدو مترو جوج مترو وحده الباب صراحة هذا يعني احسن دواء صرق الزيت هذا اللي جربت هو هذا وما نقدرش نستغنى عليه جربوه وردو ليا ولكن كي قلت لكم التاريخ ديالو ما يكونش تاريخ قديمة ولا دازعلي التاريخ شيكون تاريخ باقي بعيد وقت نقول لكم بنسبال عندها دراري صغار يعني الدراري باقي كي يحبو باقي كي يقلس فلاردها كي يردو البال بنسبال هدو كل الناس اللي عندهم دراري صغار ما كان نصحهم مش يديرو يقدروا دراري صغير يمشي يدير يدير يدهتماع وعافتهم كي يديرو يديرهم فمهم يعني يقدروا يكلوا يخطر يعني بنسبال اللي عندهم دراري صغار ما يديرو شهد المنتج هذا ايو وكنتمنى عجبكم هدو الأفكار هدو اللي شاركت معكم صرحة زوينين يعني هدو الأفكار اللي كان اعتمد أنا دائما في المطبخ وهنايا اغنسلي معكم الفيديو ان شاء الله فيديو آخر وكنتمنى تستفيدوا في هذا الفيديو هذا ونقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو آخر ان شاء الله إلى اللقاء